السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطلابات الدبلومات الفنية نظام السلاس والخمس سنوات النهاردة هنتكلم على فرع مهم جدا في قسم نجارة الأساس وفرع الخمات والمعدات طبعا الجزء اللي احنا نتكلم فيه النهاردة جزء الخمات وهنتكلم فيه عن الخردوات اللي بتقدر تخدم جزء كبير جدا فيه نجارة الأساس اللي هي من غيرها مش هنقدر ان احنا ننفذ أي منتج طبعا مادة الخمات بتقدر ان هي تخدم علي او تخدم على مواد التخصص بالأكسيسور والأدوات والحاجات اللي احنا بنقدر ان احنا نستخدمها فيه تجميع قطع الأساس نبدأ بالمفصلات نبدأ بالكوالين في المقابد في الكعوب في المجاري والقدمان الكلام ده كله بنقدر ان احنا المادة تخدمنا ان احنا بتعرفنا على الخامة مقاساتها الخامة اللي بتصنع منها الوحدات بتاعتها التحركات بتاعتها تقدر ان هي بتوصلنا بنوصل لطالب الدبلوم ان يبقى واخد منهج متكامل من خلال مادة المعدات بتقدر تدرس الميكانة وبتقدر توصل لك ازاي بتنفذ المنتج بتاعك بتقدر مادة العمليات تشرح لك العمليات وازاي بتنفذ وتبدأ ان انت تستعين بمادة الخامات انها تشرح لك كل جزء انت بتاخده في مادة العمليات بالتفصيل النهاردة مادة الخامات هنتكلم على اول حاجة عندنا وهي المفصلات او العقوب او السوسط دي كلها من الخاردوات اللي هنقدر نستعين بها في شغل النهاردة ونعرف نتكلم على الخامة مقاستها الوحدة والاستخدام دوت مهم جدا لاني هنبدأ ادرس لك الخامة نفسها ونبدأ نقول ان احنا نستخدمها في ايه في تحريك ضلفة في تحريك دورد في دولاب في سرير اطم معدنية اين كان نوضعها نبدأ مع اول جزئية وهي المفصلات المفصلة ايه هي المفصلة هي الاداة التي يمكن بوسطتها تحريك الضلف والقرص الاضافية للمناضد والبرمانات يبقى ده تعريف المفصلة اذا بعرف لك المفصلة بشكل عام الخامة تصنع غالبا من المعدن او الحديد او النحاس الاحمر واحيانا من البرونز للانواع الفاخرة او سبيكة من النحاس والبرونز معا كما توجد انواع حديثة منفزة من البلاستيك اللي هو معالج بمادة البلمرة تمام طيب تعال نشوف يبقى احنا كده عرفنا المفصلة والخامة اللي بتصنع منها حديد او نحاس اصفر او برونز او خليط ما بين النحاس والبرونز وطبعا الحديث بتاعها بيبقى بلاستيك طيب تعريف المفصلة تاني هي الاداة التي يمكن بوسطتها تحريك الضلف والقرص الاضافية للمناضد والبرمانات طيب تمام نعرف انواعها اول حاجة عندنا مفصلة اسمها بقجة عادة يتروح طول جناحها ما بين خمسة الجناحات اللي هي الجزئين اللي احنا هنشوفهم بشكل عامل دلوقتي ما بين خمسة وعشرين لخمسة وعشر سنتي وهي تتكون من جناحين متداخلين ومتصلين بمحور وبكل جناح سقوب مخوشة لتثبيت بها المسامير البورمة المسلوبة يبقى المفصلة عندي مفصلة بقجة عادة بيتروح طولها ما بين الخمسة وعشرين ودية الدرجة عندنا بشكل كبير بنستخدمها في الأبواب وفي الضلف الخشبية وهي تتكون من جناحين متداخلين ومتصلين بمحور وكل جناح به سقوب مخوش اللي يثبت بهم المسامير البورمة المسلوبة طب الاستعمال بتاعها ايه؟ تستخدم لتحريك وحمل الضلف الخشبية ويراع عمل ختش فيه سمك الضلفة ومثله فيه جنب العلبة بالعمق المساوي يعني طبعا عشان ما يحصلش عملية بروز للمفصلة وتبقى بارزة عن الجنب بنعمل لها ختش بعمق مساوي للسمك بتاع المعدن أو المعدن بتاع المفصلة وتسبب بحيث يكون نصف الدليك ظاهر خارج قطعة الأساس ويتم تثبيت الأجنحة بالمسامير البورمة المناسبة ويوجد منها نوعان زوء أجنحة بها حية مزخرفة لذلك الجناح ظاهر على سطح الخشب لطش وتباع طبعا بتتباع بالوحدة أو بالقطعة عند الشراء طيب تعالوا نبص على المفصلة اللي عندنا ديت ديت مفصلة عادية جدا بنستخدمها للضلف الخفيفة طبعا فيه مفصلات أكبر من كده ده جناحين جناح أيمن وجناح أيصر وفيه مفصلة يمين ومفصلة شمال المفصلة ديت يا جماعة اللي احنا بنقول عليها الأجزاء ديت ديت خرام فيه جزء داخلي اسمه تخويش عشان المصمر ما يبقاش بارز طبعا لما باجي في سمك الضلفة نفسه ببدأ إننا السمك بتاع المفصلة ببدأ أخوش له واعمل مفحار بالسمك المطلوب بتاع دوت بحيث إن دوت لما أجي جزء اليمين بتاع الجناح دوت لما أجي أثبته المسامير البورمة ما يبقاش بارز ويعوق الحركة معايا بتاعة الضلفة طيب ديت البؤجة يا جماعة خلاص اللي هي موجودة وده الأجنحة المتدخلة ودوت المحور بتاعي خلاص طبعا ديت بتتبع بالوحدة أو بالوحدة طيب اللي معي ديت مصنوعة من النحاس طب ممكن تتصنع من الحديد ممكن ممكن تتصنع من البرونز ممكن طب حديد وبرونز آه ممكن نحاس وبرونز ممكن طبعا ده بتبقى سبايك للأنواع العالية طيب فيه في العصر الحديث قدرنا أن نحن نعمل مفصلات بلاستيك معالجة بمادة البوليمر تمام اللي ديت مفصلات حديثة واغضة طيلة النكل بشكل جميل جدا طيب تعال بص ديت بؤجة مفصلة عادية جدا ده محور اللي هو بنقول عليه الزر وديت مفصلة عادية جدا من غير الزر نفسه خلاص الأجنحة بتاعتها نفس القصة ولكن ديت مفصلة بنقول عليها مفصلة يمين وديت مفصلة الشمال طبعا الحجم بيختلف على حسب الاستخدام بتاعنا تعال نكمل بيات المفصلات عندنا آية نفس الشكل اللي احنا شفناها على الطبيعة ده التخويش ده المسقط الأفق بتاعه وبنبدأ نشوفها وهي مقفولة وهي مفروضة بالشكل اللي قدامنا دوت طبعا في تحريك الضلف بتاعتنا بنشوفها بشكل كبير جدا في الضلف وهي مقفولة وهي مفتوحة وطريقة التزويد بتاعتها مفصلة بيقى بزر وهي نوعين إحدى هما مكون من جناحين متداخلين ومتصلين بمحور داخل زيتونة ويستخدم هذا لفتح وتحريك الضلف الخشبية السقيلة غير قابلة الخلع أما النوع الثاني فيتكون من مفصلة ذاته أجنحة قابلة للفك ويستخدم الضلف القابلة للخلع بشرط تثبيت الجناح زوء المحور في جنب العلبة بحيث يكون فيه اتجاه المحور الأعلى الاستخدام يستخدم هذا النوع لفتح وتحريك الضلف الكبيرة السقيلة غير قابلة للخلع تعالوا نبص على النوع دوت يا جماعة بنقول النوع دوت أهوت اللي هو قابل للخلع بنقول عليه إيه زيتونة اللي هو في النص دوت جناحين متقابلين برضو نفس الكلام زي ما احنا شايفين بيت تخويش بنستخدمه للضلف السقيلة طبعا لازم يبقى ده في المحور اللي قدامنا دوت في اتجاه لأعلى عشان الضلفة بتاعتي بيبقى بتثبت فيها الجزء اللي في إيدي اليمين دوت وببدأ أركب الضلفة بتاعتي بالشكل دوت طيب لو كان العكس لو أنا مسبت دوت ديت أصول فرنية يا جماعة لو مسبت دوت هتركب إزاي؟ الضلفة بمجرد أننا فتحتها وقعت بمجرد أننا فتحتها إيه؟ وقعت فالمحور ده بيبقى لأعلى عشان يبدأ يشيل الضلفة ده بيبقى متثبت فين؟ في الضلفة ودوت فين؟ في جنب العلبة ببدأ أو جنب الدولاب ببدأ أننا أركب دوت بالشكل دوت كده خلاص الدلفة بقت محمولة عندي طبعا ده بيستخدم في الضلفة الكبيرة أو الضلفة السقيلة طبعا عندي دوت اسمه للعلب القابلة للفك والتركيب أو للخلع الضلفة فيه ضلف سبتة وفيه مفصلات سبتة أن بيبقى المحورين نفسه دخلين متدخلين مع بعضهم بتتسبت طبعا مش هتفرق معي إزا كان المحور الأعلى أو الأسفل لأنها بتبقى دخلة مع بعضها متدخلة ومجبوكة ما فيش فك بقى لو أنا هفق الضلفة نفسها هفق المسامير بتاعة الضلفة طيب تعالى نشوف آية رسم المفصلة دي اسمها بقجة بزر الزتونة ودي اللي احنا قلنا غير قبلة للفك ديت القبلة للخلع اللي هي الزتونة وديت اللي هي غير قبلة للفك والخلع طيب تعالى نخش على مفصلة بأجنحة مختلفة وبها يكون جناح طويل وآخر قصير أهم استعمالات استعمالتها قرصة إضافية للمناضد طبعا ندرس باب المناضد ده في العمليات وهنعرف إزاي بنستخدم المفصلة ده بشكل كبير جدا معنا لأعلى والأسفل ويثبت جناح المفصلة القصير بالسطح السفلي لكرصة المندادة الأصلية أما الجناح الطويل فيثبت على سطح القرصة الإضافية من الأسفل طبعا الكلام ده بتدرسه بالتفصيل في المناضد وبنقدر إن احنا نسمي المفصلة بشكل موسع ونعرف استعمالاتها لإن احنا عندنا باب بنتكلم فيه على المناضد بشكل كبير جدا تعالى نبص هنا ده أجناحة مختلفة ده أجناح صغير وده جناح طويل خلاص؟ ونفس القصة بالنسبة لدي قلنا بيثبت الجناح القصير بالسطح السفلي للقرصة الأصلية يعني القرصة الأصلية جناح القصير دوت أما القرص الجزء اللي هو بتشال بتاخد على الجزء الكبير دوت عشان تقدر تتحمل العبء بتاع سقل الخشب على المندادة ودوت برضو نفس الكلام زي ما احنا شايفينه كده ديت مفصلة بأجناحة مختلفة تعالى ناخد المفصلة الشريط أو المفصلة البيانو أتعرف المفصلة البيانو وهي مفصلة عادة بنفس التكويل إلا أن حاجناح هو مستمر في الطول طبعا ديت بتتباع بالمتر يا جماعة منقول عليها بتستخدم في البرابانات وبتستخدم فين وتستخدم فيه أغطية البيانو وتستخدم فين في أغطية علب البيانو طيب تستخدم في أغطية البيانو طيب تعالى نشوف الرسم بتاعها ده أين كان أبنان الطلبة يرسمه طويل يرسمه قصير ويعمل عملية قطع كده لأن دوت بيتباع بالمتر المفصلة دي بتتباع بالمتر بيجي عندي عايز متر اتنين متر نص متر عشرين سنتي تلاتين سنتي بيبدأ يقطع عند الجزء اللي انت محتاجه وبتتثبت بالمسامير اللي هي بالتخويش اللي احنا شايفينها قدامنا دي في عندي مفصلة اللابة وهي تتكون من سلاس أجنحة متصلة مع بعضهم اتصالا مفصلية وتسمى بمفصلة بارفان أو مفصلة اللاب إنجليزي ويوجد منها نوع آخر يتكون من جنحين وسستة لكي تكون زيتية الحرقة ويتستخدم لتحريك الضلف للداخل أو الخارج في مجالة 360 درجة وتستخدم فيها البرفانات والسواتر والحواجز لتحريك أجنحتهم اللي هي بنشوفها في المطاعم بشكل كبير جدا حرقة دائرية كاملة وتسبت بمصمار برما في العظم أو بدقة الجنحان في العظم بدون استخدام المصمار البرما بتتخش بنقول عليها مفصلة سكينة جماعة مفصلة دية بتخش بالدأ في قلب الجزء الداخلي للحل والجزء التاني في الضلفة نفسها أو في جنب الدولاب أو في جنب البرفان أو في جنب أين كان الاستخدام اللي إحنا نستخدمه تعالى نبص على شكلها هاوت بتبقى مكونة من ثلاثة جنحة مفصلة دي واحد اتنين دي تلاتة طبعا بتتسبت من هنا ومن هنا وجزء دو مفصلي بتتحرق اللي بيحرقها لي بنسبة تلتمائية وستين درجة طبعا منها أشكال كبيرة جدا كتيرة جدا مفصلة سلندر طبعا مفصلة سلندر دي حضرتك لو دخلت المطبخ هتلاقيها بشكل كبير جدا في قلب الضلفة بتاعة المطبخ تستخدم لتحريك دولة في قطع الأساس وتختلف عن المفصلة المضادة اللي هي السلندر بيثبت اللي هي المفصلة السلندر بقى بتثبت داخل تخويش استواني بالسطح الداخلي للضلفة ويثبت الزراع لطش على السطح الداخلي لجنب العلبة تمام؟ ويتم تثبيت السلندر والزراع باستعمال المسامير البورمة اللي هي مسامير التخويش وتمتاز عن الأنواع الأخرى بإمكانية الحرقة المحورية للضلفة حتى 180 درجة كما تستخدم في تحريك الضلف اللطش التي تغطي تخنات السقف والقاع وجنبي العلبة هنبص على المفصلة السلندر هنا يا جماعة أهيت ديت بعد ما تفكت ده التخويش قلنا يا جماعة ده بيتثبت في الضلفة وده في جنب العلبة التخويش دوت اللي هو اللي احنا شايفينه دوت ديت السلندر خلاص؟ ده بيبقى في جنب العلبة وديت في الضلفة وبتبدأ ان هي المفصلة ديت شديدة ويكمن استهلاكنا من المطبخ بمحتاج إحكام عشان الأطعمة فبنضطر ان احنا نستخدم المفصلة ديت وبتبقى عملية بشكل كبير جداً بيبقى عندي الطرف اليمين دوت وهي متصلة طبعاً بتثبت دوت في جنب العلبة ودوت في الضلفة وبنبدأ نستخدمها وبتبدأ ان هي تتحرك معانا طبعاً وهي جديدة بتبقى الحركة بتاعتها جديدة بتبدأ مع الوقت ان هي تاخد وضع المرونة هنا عندنا المسامير ديت بنفكها وبنبدأ نثبت ديت الجزء دوت في الضلفة طبعاً ديت الجزء ده سابت نثبت في الضلفة بحيس ان هي ما تعملش معاين احنا عبء كبير واحنا فيه اسناء عملية التركيب بفك الجزء دوت فيه مصمارين بفك المصمار دوت وهسبت دوت في الضلفة بيبقى نتفصلوا عن بعضهم تمام؟ وابدأ اسبت ديت فيه جنب العلبة طيب انا محتاج ان انا افكها او محتاج صيانة للمفصلة او محتاج ان انا افك الضلفة واغيرها بابدأ افك المصمار دوت والجزء دوت بيبقى ثابت في قلب الضلفة خلاص؟ بحتاج ان انا اعيدها تاني بقى مركب المصمار في قلب الضلفة اللي هي بتتحرك معنا وده هي طريقة التحريك بتاعتها اهي زي ما احنا شايفينها قدامنا اي ده هي تسمعها مفصل مفصلة سلندر بزرع تعالا هنا نشوف الرسم بتاعها اهو ادي جزء بتاعها جنب العلبة اتسبت تهيط زي ما احنا شايفينها وده هي الضلفة اليوم جزئين اللي احنا قلنا عليهم تعالا بص التحريك بتاعها ادي التحريك في المسقط الافقي او القطاع الافقي بيبقى واضح معنا بشكل كبير جدا تعالا نشوف مفصلة اسمها صفرة سطح وحرف ولا تستخدم لتحريك القرص الاضافية للمناطد لتكون على استقامة القرصة الاصلية لزيادة مساحتها عند الحاجة وعلى حسب الانواع بتاعيتها طبعا بتختلف الانواع على حسب التزبيد طيب تعالا نشوف مفصلة سطح انا عندي مفصلة اسمها سطح وحرف خلاص ناخد السطح الاول ونقول ان لانها تثبت على سطح القرصة ويثبت احدى جناحيها على القرصة الاصلية والجناح الثاني على القرصة الاضافية مع مرعاة عمل تخويش حتى لا تكون بارزة عن مستوى سطح القرصة ويلزم للقرصة الاضافية مع القرصة الاصلية مفصلتين او تلاتة على الاقصر تمام؟ بتحتاج من اتنين لتلاتة في القرصة الاضافية بحيث ان هما لو ركبت اتنين بيتبقى الموضوع ضعيف شوية ولكن ممكن تشتغل باتنين او تشتغل بتلاتة تمام مفصلة اسمها مفصلة حرف بنلاقيها ان هي هنشوف الرسمة بتاعتها دلوقتي وهنشوف ان هي وقفة على سفها بنقول عليها اللي هي المفصلة حرف تستخدم كالنوع الصغبق الا انها تختلف عن التثبيت في هذا النوع يسبت احدى جناحيها في سمك القرصة الاصلية والجناح الثاني في سمك القرصة الاضافية طبعا بتباع بايه بالعدد او بالوحدة وتصنع من الحديد والنحاس وتستخدم المسامير البرمة في التثبيت تعالى نبص المفصلة سطح وحرف اهيت دي بنقول عليها مفصلة سطح فقادي طريقة التثبيت بتاعتها واشكالها دية المنددة بتاعت القرصة الاضافية بتسبت فيه الجزء الداخلي بتتسبت من الجزء دوت اسفل القرصة دية القرصة اللي هي متنية دية الاضافية ودية القرصة اسمها زاتة اجنحة اضافية وده الشكل بتاعنا دي المفصلة الحرف ودي مفصلة السطح واشكال متعددة تعالى نشوف العقب بقى العقب يا جماعة ده بيستخدم كبديل للمفصلات وليه دور كبير جدا معانا في المناهج اللي احنا بندرسها السنة دي العقب دوت بيستخدم كبديل للمفصلة ويعتبر من اقدم طرق تحريك الضلف بشكل كبير جدا العقب بنشوفه في الضلف السكرتيرا بنشوفه في الضلف المحورية واتكلمنا فيه في مادة العمليات عن العقب العدل والعقب الابوركبة ميلة وابوركبة عدلة في مادة الخامات بقى بدي بدأ ندرس لك الانواع بتاعته والاستعمال والخامة اللي توصنع منها يعني احنا مثلا على سبيل المثال هناخد النهاردة العقب العادة ونبدأ نشوفه النحية النظرية وبعد ما نشوف المقاسات بتاعته بالنحية النظرية نبدأ نورغولك بشكل عملي طب العقب دوت بيركب فين يا جماعة بيركب فيه الضلف اللي هي بنقول عليها الضلف ايه الضلف السقيلة او الضلف العيلة بالقبلة اللي فكوا التركيب لان العقب دوت يعتبر وسيلة سهلة جدا في التركيب ويبتتحمل العمل الشاقة فيه لو كان مصنوع من خامة كويسة طيب اول حاجة هندرسها هو العقب العادة بنقول العقوب بشكل عام تستخدم العقب لتحريك الضلف كبديل للمفصلات بانواعها المختلفة وخاصة دوليب غرف النوم القابلة للفك مع اعادة تركيبها مرة اخرى بسهولة كما تستخدم ايضا العقاب في الضلف المختلفة والتي تفتح لأسفل كالضلف السكرتير طبعا الاعقاب بنقول بتصنع من الحديد او النحاس الاصفر تعالوا بصوا بقى العقب العدل العادة او العقب العدل يستخدم في تحريك الضلف الغطسة سنة عن سطح العظم او الضلف المختفية تحت القرصة او تحت القاعة بنقول التكوين بتاعه يتكون من جزئين من الحديد زكر وانسة ويثبت زكر العقب دائما في سمك الضلفة من اعلى ومن اسفل وتثبت الانسة بالقرصة والقاع من الداخل او على الاجناب من الداخل في حالة الضلف السكرتير ويلاحظ فيه الضلف المعرضة للخلع كما في دواليب الملابس ويطرق العقب بالضلفة من اسفل حر بدون تزديد داخل خدش معد لذلك طيب تعالوا نبص هنا على العقب العادة ده هنا اسمه عقب عادة الجزء دوت بيبقى فين يا جماعة الجزء دوت بيبقى في الضلفة وجزء ده بيبقى في القاع بنبدأ القاع دوت بيبقى جزء اللي هو بنقول عليه الانسة ده بيبقى حر الحرقة حر لايه؟ الحرقة بنبدأ نثبت دوت وبنبدأ دوت بيبقى اللي هو النطو قد دوت بيخش وبتبدأ تزوق الجزء دوت للضلفة نفسها والكلام ده بنشوفه في قوت النوم عندنا في الضولف اللي هي قبل الفك والتركيب وبنلاقيه في بعض القوميدينو أو الحاجات القطعة الأساس الصغيرة طبعا الجزئين دولة بيجي طاقم بيتباع بالوحدة طبعا الجزء اللي معاية دوت مصنوع من الحديد طبعا بتصنع من النحاس وفيه أنواع حديثة تصنعت من مادة البولمر أو مادة البلاستيك الحديثة معالجة كيميائية بحيث أنها تتحمل الأحمال الكبيرة طيب العقب العادة بيستخدم فيه الضولف الايه؟ قلنا الضولف الغطسة ورسمنا الكلام دوت وعملناه في مادة العمليات طب بيستخدم في ايه تاني؟ قال لي بيستخدم فيه الضولف السكرتيرة يعني العقب دوت بيستخدم فيه؟ في الضولف السكرتيرة ولكن بعمله عملية تحرير يعني ايه عملية تحرير الضولف السكرتيرة قصتها أن هي بتفتح أو الضولف التي تفتح وتختفي طبعا الضولف السكرتيرة بيستخدم لها العقب العادة وبيركز الضرفة نفسها بتركز تحت القرصة. طب الضرفة التي تفتح وتختفي. بعمل تحرير العقب دوت. ان انا باخد العقب دوت وابدأ اعمل له عملية تانية. ان انا جزء بتاع السقب اللي قدامي دوت بابدأ انشره واعمل تحرير لي النطوء بتاع الزكر دوت. خارج الضرفة. الكلون. الكلون يا جماعة دوت مهم جدا ان احنا ندرسه بنقول ان انا عندي تعالى عن رفل الكلون بنقول هو الاداة التي يمكن بوسطتها غلق وتثبيت الاجزاء المتحركة في قطع الاساس مثل الضلف والادراج والعلب والصناديق وكذلك وصيانط مما بداخل لهم الاشياء بيصون الحاجة اللي داخل العلب نفسها. ويزن اختيار النوع الملائم من حيث الشكل والطراز والحجم والخامة قبل التثبيت. طبعا الشكل نفسه مهم جدا الطراز فيه اشكال مختلفة كتير جدا من الكوالين. الحجم طبعا هستخدمه لدلفة درج غير ما هستخدمه لدلفة دولاب غير لما هستخدمه لباب شقة طبعا الكلام ده كله بيفرق معايا. والخامة طبعا الخامة بتاعته كل ما علية الجودة بتاعتها كل مكان قدرته على تأمين العلب نفسها بيبقى افضل طبعا الخامة بصنع غالبا من المعادن اللي هو الحديد او النحاس الاصفر او الاحمر واحيانا من البرونز للانواع الفاخرة او سبيكة من النحاس والبرونز معا كما توجد انواع حديثة من البلاستيك اللي هو هتنا قلنا البلاستيك المعالج بمادة البولمر البلاستيك اللي هو المعالج بمادة البولمر تعالى ونقول الانواع بتاعت الكلون عندي اول حاجة كلون اللي هو العادي اللي انت بتلاقيه في الادراج اللي هو الكلون العادي جدا اللي انت بتجيبه من عند الموان وبتبدأ تركيبه فيه الدرجة عندك عشان تحافظ عليه ويبقى سريع ومش محتاج مهارة عالية يعرف بكلون الدرج ويثبت سطح ويثبت على سطح الدرف او الدرج اللطش من الداخل بواسطة مصمار برما مناسب وذلك ان كانت منفزة من اخشاب صناعية او صغيرة السمك نسبة ما ولا يسمح بعمل خدش للكالون مفتاء طبعا مهم جدا يا جماعة ان احنا في الكلون احنا ليه بنستخدم اللطش دوت رغم انه هو ضعيف قال ان انا في بعض الاخشاب عندي زي خشب الكنتر بلاكي او الخشب الحبيبي او الخشب الام ديف او الال ديف او الام ديف ما اقدرش ان انا استخدم اعمل فيه خدش بيبقى ضعيف طبعا لو انا جبت خشب الكنتر وعملت فيه خدش انشلت جزء من اشرة الوكومية جزء من ديف فأثر على صلابة الخشب فبضطر ان انا اجيب حاجة زي الكلون اللطش دوت وابدأ اسببته رغم ان انا عارف انه هو اللي داخل تخويش او داخل استرامة او اين كان الكلون اللي بيخش تعشيئة هو وقطعة الخشب بيبقى اقوى وامتن وبيبقى كويس جدا ولكن انا عندي الاخشاب الصناعية بقدر ان انا ركب لا اللطش دوت له سهولة تركيبه وان انا ما اقدرش ان انا اخش في الخشب واقدر ان انا اضعف من المتانة بتاعته طبعا الكلون من الحاجات اللي انت لازم تبقى عارف انه بيستخدم في تسكيك الدولف والاضراج وكل طبعا العلب والسنديق بشكل عام لحفظ ما داخلها من محتويات وعندنا هندرس منه انواع كتيرة جدا ونعرف الكلون اللطش دوت رقم واحد عرفنا ان نستخدم في ايه هناخد بعد كده الرسم بتاعه وبعد كده طبعا الرسم انا مطالب فيه يا مستر اترسم منظور خفيف او مسقط رأس الكلون بتبين لي ان الكلون دوت كلون لطش او كلون داخل اسطامة اعرف بس ان انت فاهم الجزء بتاع الكلون تعال نبص الشكل بتاعه ده الجزء اللي انا ببدأ اعمل سقب في قلب الدرج وابدأ ادخل الكلون وده المسامير اللي ببدأ اثبت بيها الكلون ده نوع تاني من كوالين اللطش تعال نشوف الكلون النص اللطش اللي هو بنقول عليه الفيشنك ويشبه السابق ويمثله فيه الاستعمال الا انه اقصر دقة من حيث تكوين الرياش الداخلية طبعا دوت بيبقى امتن شوية والرياش الداخلية بتبقى ليه دقة اعلى من الكلون اللطش العاد ويسبب الداخل خدش يشكل له على سطح عظم الضلفة طبعا بتشكله في عظم الضلفة نفسه من الداخل او سطح الداخلي للدرج طبعا الخشب المنفذ من الكنتر بلاكيه بيستخدام له طبعا نص لطش برضو بينفع معاه ويراع ان يكون السمك مناسبا وانسب استعمال له من الضلف المكونة من غطاء داخل حشوات خشبية او زجاجية او المنفذ من اخشاب بوتن بطريقة اللحمات المعروفة او المنفذ بطريقة التجليد على شناجر تعالي نشوف التثبيت يسبت الكلون اللطش او النص اللطش في داخل الضلفة او الدرج في وضع رأسي او افقي مع عمل سقب للمفتاح ده التثبيت بتاعنا طيب الاستعمال يستغرم هذا النوع لو فاتحة الدولف الكبيرة والسقيلة غير قابلة للخلع كلون داخل الاستامة اللي هو بنقول عليه بشوقة او بسقاط ده يستخدم فيه الدولف المنزلق الخشبية والدولف الحصيرة والدولف المنطوية اللي هي بنقول عليها او كورديون وفيه دولف البيانو كما يستخدم ايضا فيه العلب والصناديق وكذلك الكلون له وجه معدني مقابل لللسان به تجويف يسمح بفرد الشوقة عند الغلق طبعا الكلام ده يا جماعة بنشوفه فيه بشكل كبير جدا فيه البيانو بنشوفه في علب الكورديون اللي هي العلب المنطوية طبعا بيبقى ليه سنين كده عاملين زي السستة بيبقى اسمه كلون بشوقة او بسقاطة وبيبقى الكلون دوت متين جدا ومميز وصعب ان انت تتلفر بسهولة بنقول يثبت التسبيت بتاعه بقى يثبت الكلون بعمل نقر فيه العظم وصق نافد للمفتاح وعمل نقر مقابل للسان طبعا بتعمل تخويش او بتعمل مفحار للسان عشان يبدأ يقش فيه الوجه المعدني المقابل للسان ويختلف الوجه المعدني المقابل للسان اللي هو الكلون او الشوقة عن الكلون زو السقاطة استحتوي السقاطة عن سن خطاف يتم تعشيقه فيه الكلون عند الغلق وهذا الكلون يركب فيه كل من الوضع الرأسي والأفقي ويتم التزبيت بمصمار البورمة اللي هو مصمار التخويش هناخد كلون سابليونة ودوة مهم جدا في قوض النوم بنشوفه بشكل كبير جدا ويعتبر من أقدم الطرق اللي احنا بنشوفها وما زال بتستخدم الى الوقت الحاضر يقصر استعماله في دولف الدوليب لغرف النوم ويتم غلقه من أعلى ومن أسفل بسبليونة معدنية اللي هي السيش المعدني لعدم الانفلاب ويستعمل هذا النوع من الكوالين في غلق الدولف المتقابلة اللي هي الزقر والأنسة والأفريز والدولف الكبيرة لدوليب الملابس اللي هي الدولف اللي احنا بنقول عليها بتقفل قدام بعض وبنلاقيها الكلام دو الدولف المتقابلة في قوض النوم وفي الدولاب بشكل كبير جدا مفيش بيت بياخله من النوع من الكلون أبو سابليونة تمام التثبيت يثبت الكلون لطش على السطح الضلفة من الداخل مع عمل سقب نافد للمفتاح وتقطيته بأسياخ السابليونة طبعا بسدابة خشبية عشان المظهر وحفاظا على السابليونة إن هي ما ناخدشش أي حاجة من الهدوم وحفاظا عليه من التلف من أعراض الجوية زي الصدى لإن بيبقى غالبا مصنوع من الحديد ملفوف على شكل نص دايرة طبعا إحنا بنعمل السدابة نفسها على شكل نص دايرة لإن السيخ نفسه على شكل نص دايرة إعطاء طبعا بتدي قطعة الأساس مظهر جميل مستحب من الداخل كلون داخل السطامة بنقول عليه عادة يحل محل النوعين يعني فيه كلون بقى داخل السطامة عادة قلص بيحل محل النوعين دولة كلون في غلق الدولف والأدراج إلا إنه أكثر دقة في التكوين طبعا فيه التكوين الداخلي لإلعاء الكلون نفسه يثبت فيه العظم في كل من الوضع الرأسي والأفقي ويثبت الكلون داخل السطامة بعمل نقر في تخانة العظم للضلف أو الدرج الذي لا يقل فيه الغالب عن 1.8 ملي أو 1.8 من 10 من السنط اللي بنقول عليها 18 ملي متر مع عمل صغب نافذ للمفتاح ويستخدم مصمار البرمة اللي هو مصمار التخويش في التزليم كما يستخدم أيضا وجهة زخرفية طبعا الشكل اللي هو الزخرفي اللي هو بنقول عليه الوش لو أنت عند بتاع كوالين بتقول بتختار وش بيبقى شكله عليه زخرفة سواء زخرفة تاريخية أو أين كان الزخرفة الحديثة بيبقى شكل الوش دوت بيفرق معاه كتير جدا فين في شكل الكلون ويستخدم هذا الكلون فيه الدولف ذات الحشوات داخل عضم الخشب البطن وكذلك منفذة بطريقة التجليد على إطار تعال نبص الكلون دوت بتشوفه في الأبواب الداخلية بشكل كبير جدا الحاجات اللي هي ذات الحشوات الخشبية عندنا الشكل دوت وعندنا الشكل دوت وطبعا الحاجات ديت منشوفها كتير جدا في السوق ومنشوفها في المنزل بشكل موسع تعال نخش على المقبض المقبض اللي هو يا جماعة اللي هو أهم وسيلة لتحريك قطعة الأساس خمات المقبض المقبض الخشبية العدلة أو المخروطة طبعا عندي مقبض خشبي في عندي مقبض لما عدل لما مخروط بياخد شكل أين كان الشكل اللي هو ياخده في عملية الخرط وفي المقبض العدل اللي هو بيبقى قطعة واخدى شكل برمة طيب وعندي بعد كده الحديد المنكل أو البرونز المدهب أو النحاس المواكسد ومقبض ودليات وأزر بأشكال حديثة وتاريخية طبعا احنا في مادة الزخارف بنلاقي أشكال الدليات والمقابد دي بأشكال رائعة وجميلة وبنقدر ان احنا نستخدمها في العصر الحديث تالت حاجة المقابد البلاستيكية مصنعة من البلاستيك اللي هو بنقول عليه البوليمر معالجة بشكل كبير جدا عشان تقدر تتحمل معانا الاستعمال الشرق الاستعمال تعالي نشوف الاستعمال المقابد تستخدم فيه سحب وتحريك الضلف والأضراق وتصنع من الخشب أو البلاستيك أو المعدن وتكون عدلة أو مخروطة أو مزخرفة وتسبب بالغراء والمصمار الألغوز والصمولة ويوجد منها نوعين داخل استامة للضلفة طبعا لو بيبقى بنقول عليه مخلق أو مخوش للضلفة المنزلقة والضلفة الحصيرة دي يبقى المقبض نفسه غائر ما يبقاش بارز غائر عشان الضلفة بتلف لفة كبيرة جدا وأي إعاقة للمقبض هيبوز لنا دنيا وهي غاطصة لإمكانية السحب وتركيب بوسطة المصمار البرما ده بيستخدم في الدورة في الغطسة طبعا اللي هو الغائر أنواع المقابض مقبض مقبض مخلق وهو على عدة أشكال نذكر منها مقبض مخلق بجزء من طول ووجه درج عدل اللي هو العادة يغطي على مجرى ومقبض مخلق اللي هو الجاي بطول وجه الدرج مائل ومقبض مخلق على عرض الدرج من الخلف ومقبض مخلقة مختلفة للأدراج الداخلية ومقابض خشبية بارزة عدلة ومخروطة ومقابض مقابض ودليات معدنية وبلستيكية مقابض غائرة معدنية وبلستيكية للضلف المنزلق الخشبية والضلف الحصيرة مقابض مخلقة زيت تخويش للزجاج تعالوا نبص ده طبعا بنشوفها بشكل كبير جدا ده مقابض معدني او بلاستيك واخد نيكل ده مقابض خشبية مخروط ده مقابض بلستيكي ده بلستيكي ده معدن ده نحاس ده نفس القصة لإما يبقى بلاستيك واخد طبقة نيكل لإما يبقى معدن ده الشكل بتاع أقر الكلون بالشكل اللي إحنا شايفين مجود بنلاقيها عادة في الأبواب بشكل كبير جدا تعالوا نخش على السوسط ونعرف يعني إيه سوسطة وبتستخدم في إيه الاستخدام تستخدم السوسط لتسكيك دولف قطع الأساس بدلا من الكلون للدولف المعرضة للفتح بقصرة وتختلف تسميتها حسب الشكل والنوع فمنها السوسط العادية والسوسط البليا والسوسط الممغنطة يبقى أنا عندي الثلاث أنواع طبعا السوسط دي بنقول كبديل للكلون في الحاجات اللي هي عليها مش محتاج أن أنا أقفل بس محتاج أن أنا عليها استعمال بشكل كبير جدا فعندي دو طبعا بتيجي صح وغلط وساعات بتيجي أكمل بشكل كبير جدا تستخدم تستعمل السوسط لتسكيك نقط قطع نقط بديلا من نقط طبعا قطع الأساس بدلا من الكلون طب عندي أول نوع قولنا السوسط العادية والسوسط البليا والسوسط المغنط تعالوا نبص على الأشكال بتاعة السوسط بنقول عليها تتكون من جزئين جزء يثبت في تخانة الضلفة بعد عمل نقر خاص له أما الجزء الثاني يثبت في الجنب أو الأطوع أو في السقف أو في قاع قطعة الأساس ويستخدم في التذبيت المصمار البرمة اللي هو بنقول عليه في تخويش في جزء بتاع الوش بتاع السوسط وذلك بعمل خدش في المكان المقابل للسان زي التلون بالضبط يا جماعة بتعمل خدش في جزء المقابل للسان وبتركب عليه وش برضو بيبقى الوش بتاع السوسط نفسها تمام تعالي نشوف السوسط البليا وهي تتكون من جزئين يسبت الجزء الأول في تخانة الدلسة من أعلى أو من أسفل وهي عبارة عن علبة من الصلب أو الحديد أو النحاس بداخلهم بليا يبرز جزء من محيط هذه البليا من فتحة دائرية في العلبة وتتحرك هذه البليا داخل العلبة بواسطة ياي من الصلب أما الجزء الثاني فيسبت فيه سقف أو قاع قطعة الأساس بعد عمل سقب غير نافذ مقابل للبليا ويستخدم فيه التذبيت المصمار البرمة اللي هو مصمار التخويش طبعا البليا بتبقى نص دائرة يا جماعة بتخش عشان تعمل عملية تسهيل لعملية التسكيج بتاع الضلفة أو الدرج اللي هو بنقول عليه بنستخدمه بقصرة بنشوف شكل البليا ده نص دائرة ده الوش اللي بيتثبت فيه الجنب وبنقول اني بيتثبت المصمارين وجزء دوت عبارة عن نص البليا هيت نص دائرة ودائرة بتبقى عبارة عن دائرة كاملة وبنعمل لها بمقدار دخول البليا ديت في قلب الوش نفس الكلام بالنسبة للشكل دوت وده شكل تاني من أشكال البليا قصوصة الممغناطة ديت بقى عشان ان قطعة الأساس ترجع لأصلها تاني يعني لما قفل قطعة نفسها محتاج انما حتة المغناطيس بتشد تضالف نفسها وتبدأ انها تقفل بسهولة تتكون من جزئين من مغناطين جزء اللي هو بنقول عليه رقم واحد اللي هو في قلب الجنب بتاع قطعة الأساس وجزء الأولاني اللي هو بيبقى في الضلفة أو في الضرب جزء منهم يركب في الضلفة أو جزء الثاني يثبت مقابل له في الجنب أو القاع أو في السقف أو في قاع قطعة الأساس وتسكك الضلفة من هذا النوع بخاصية المغناطة ويستخدم فيه التذبيت المصمار اللي هو مصمار التخويش تعال نبص على الشكل بتاعنا كده أول الكعوب حابب أننا أنهي بالكعوب سريعا كده الكعب دو بيحمي قطعة الأساس من التأكل بنقول الاستعمال يركب في نهاية قطعة الأساس لحماية من التأكل وتصنع من النحاس أو المعدن أو الألمونيا وتركب بالمصمار البورما وأحيانا بقطعة من الكويتش اللي هو كابس كويتش كابس بحيث أنهي تحمي أرجو الكراسي والمناضد والسرير الأنواع عندي المربع بشفة عالية كويتش أو بلاستيك نص قرى المسلوب بشفة عالية بدون شفة بكعب كويتش المخروض بشفة عالية مقفول بدون شفة بشفة سفلة زاية البلية زاية بلية معدنية أو زاية بلية متحركة طبعا على حسب نوع التحريك مكان التزبيت تثبت هذه القعوب أسفل قطع الأساس لحمايتها بواسطة المسامير البورما كما يستخدم أحيانا كليبس معدني وحدة بيعه تباع بالعدد تعالوا نبص هنا ده كعب اللي هو بنقول عليه كعب نحاس ده كعب معدن بيخش بألغوز طبعا بتعمله التهيئة بتاعته في قطعة الأساس بكده جماعة نبقى خدنا جزء كبير جدا من الخردوات طبعا باب الخردوات باب كبير جدا بنقدر أن احنا ما بنسبش فيه أي جزئية إلا ما بنتكلم عليها بنتكلم فيها على كل حاجة تخص قطعة الأساس قلنا أن الاستعمال مهم جدا أن أنا أذكره أن الخامة تصنع منها الخردوات مهمة جدا أن أنا أدرسها عشان أقدر أدرس الميكانيكية بتاعتها وأقدر أشوف الاستعمال بتاعتها سواء كانت من النحاس أو من الحديد أو من البلاستيك الحديث طبعا الحاجات دي بندرسها في الخردوات وبنقدر أن احنا نتعرف عليها بحيث أن أنت كطالب أو كعامل أو كخريج من قسم إنجارة الأساس تبقى متكامل من كل حاجة بتقدر أن احنا ندرس لك الخامة بنقدر أن احنا نقول لك المعدة اللي أنت بتبدأ تثبت بيها أو أن أنت بتبدأ تقطع بيها الخشب في مادة المعدات بنقدر نقول لك تنفذ الكلام ما بين الخامة والمعدة في مادة العمليات بنبدأ نخليك رجل مهندس ونبدأ نعرف القطاعات عن طريق مادة الرسم الفني بنضيف فيها الحس الجمالي عن طريق مادة الزخارف طبعا الكلام دوت كله بتبقى دراسة كاملة شافية كاملة بالنسبة لطالب دبلوم قسم نجارة الأساس كنت معكم ومع تمنياته بالدوام النجاح والتوفيق مستر أحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته